اختطفوا واخفوا لسنوات دون زيارة أقاربهم ثم دفنوا دون علم أهاليهم جريمة جديدة ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق المخفيين قسراً في أحد سجونها بمحافظة ذمار ففي محاولة منها لدفن جريمتها حفرت الميليشيا سبعة أخاديد وعشرة قبور لاثنين وسبعين قثة ووفق رابطة أمهات المختطفين فإن الحوثي دفن الثلاثاء الماضي ضحايا القصف الجوي على سجن كلية المجتمع بذمار ولم يسمح لأهاليهم حتى بالتعرف على ملامحهم وهو ما حدا بالرابطة لدانة عملية ما أسمته بالدفن الجماعي المؤلم الذي قامت به ميليشيا الحوثي كانت ميليشيا الحوثي قد حولت كلية المجتمع بذمار إلى سجن كبير أخفت فيه الكثير من اليمنيين بعد اختطافهم قسراً بتهم كثير منها موالاة العدوان وتعرض السجن في الأول من سبتمبر الماضي إلى قصف من قبل التحالف السعودي الإماراتي خلف أكثر من مائة شهيد وعشرات الجرحة ووفق منظمة سام فإن عمليات إعدام فورية قامت بها ميليشيا الحوثي ضد كل من حاول الفرار من القصف أمهات المختطفين أصدرت حينها تقريراً حقوقياً حمل عنوان القبر الكبير تضمن إحصايات لضحايا ومصابي قصف التحالف طالبت فيه بتحقيق دولي لمحاسبة الجناة وإنقاذ بقية المخفيين ولأن العالم ظل يتفرج على الجريمة المزدوجة للتحالف والميليشيا تجرأت الأخيرة وبحضور الصليب الأحمر الدولي على ارتكاب جريمة دفن الضحايا دون تحقيق محايد وبشكل صادم منع فيه الأهالي من إلقاء النظرة الأخيرة على أقاربهم